بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرابع محاضرة بخصوص مناقشة الدراسات أظن سبع أرساتكم هذه الدراسة هي بخصوص خطر الوفيات في سرطان الكولون مع تناول المكسرات ندخل فورا في الدراسة أتركت الشاشة لكي تكون واضحة على أي جهاز إن شاء الله الموان الدراسي هو نط تجيب معاني عديدي هون في هذه الجملة تعني مكسرات ممكن تجيب حتى بمعنى مجنون وإلى معاني أخرى أقوم بها الجملة معانته مكسرات استهلاك المكسرات أو تناول المكسرات and survival survival هو البقية أو الحياة يعني survive البقية أو الحياة in patients في مرضى with stage 3 colon cancer يعني عندهم سرطان كولون في المرحلة الثالثة فالدراسة هذه اللي طلعت عليه وهو شيء اسمه استهلاك المكسرات والبقية في مرضى سرطان كولون المرحلة الثالثة بعدين في عندكم إشارتين هون شرحي هالكلام ويقول results النتائج from C-A-L-G-P بعدين في رقم أنا الحياة ما عرفت شو الرقم بس ومذكور بالدراسة الأصلية يعني ما عرفت شو عن الأختصار بس مذكور بالدراسة الأصلية هي معناته cancer and leukemia group B يعني هي عبارة عن مجموعة من أطباء الأورام عنين مجموعة مع بعضهم البعض ويقوموا بأبحاث فهي النتائج هي من أحد دراسات هذه المجموعة اللي هي معروفة باسم cancer C and leukemia leukemia هي بضغط دم group B رقم بتة يعني بعد يفئر الرقم معين وهو رقم الدراسي فهم كتبين alliance يعني تحالف يعني هني عبارة عن تحالف من عدة مؤسسات أو عدة مستشفيات عدة جامعات مجتمعين مع بعضهم البعض وعملين تحالف بحثة فهي النتائج من أحد هذه الدراسات اللي بيقوم فيها هذا التحالف بعدين في عندكن تفاصيل عن المؤلفين عندكم جموع مؤلفين كبيرين باعتبار أن هني بالأساس تحالف من دم المؤسسات بعدين عندكن معلومات عنهم فذكرين عدد كبير المؤسسات في دول مختلفة الحقيقة ما بيهمكن تعرفوا هادشي عنه نرجى فورا للدراسي أول شيء purpose يعني الغاية والهدف هي بتشبه background أو target أو ما شبه ذلك يعني الغاية والهدف من الدراسي فعب يشرحوا ويعب يقول observational studies يعني الدراسات المراقبة مثل ما تذكروا نحنا نقشنا شيء أنه في عندكن observational وفي عندكن experimental studies فعب يقول observational studies يعني دراسات مراقبة سابقة have reported increased colon cancer recurrence يعني هذه الدراسات سابقة سابقا reported يعني أصدرت نتائج أو أصدرت تقارير بخصوص increased colon cancer recurrence and mortality بخصوص زيادة نسبة النقش recurrence and mortality وفيات في ال colon cancer في المرضى الذين لديهم حالات من hyperinsulinemia يعني فرض insulin دم بما فيه type 2 diabetes داء السكري النوع الثاني يعني هو في له نوعين هلأ في ناس عاد تقول فيه أكثر من نوعين بس حاليا مخبول في الطب نقوله نوعين داء السكري وبزيتي يعني بداني sedentary lifestyle sedentary يعني نمط الحياة السكونة الركودي يعني غير نشيط sedentary lifestyle يعني الشخص ما بيتحرك ما بمارس الرياضة and high glycemic low diet diet يعني حمي أو نمط طعام glycemic load يعني الحمل السكري high glycemic load diet يعني نمط طعام زو حمل السكري عالي يعني يتناول كمية كبيرة من الحلويات والاشياء اللي يدخل في تركيبة السكر وما شفة ذلك يعني الجملة كلها تعبوا الدراسات مراقبة سابقة أظهرت نتائجها زيادة نسبة النقش والوفيات في سلطان الكولوم في المرضى الذين لديهم فرض insulin داء السكري نوع ثاني بداني نمط حياة ساكن وحمي عالية الحمل السكري يعني هاي الأشياء كلتها أسائل للإنذار في حالات الكولوم كانسر من ناحية النقش ومن ناحية الوفيات بعدين عبي قول جملة ثانية عبي قول يترافق مع انخفاض خطورة حدوث الداء السكري النوع ثانية ميتابوليك سندروم اللي هي تترافق مع الداء السكري فيه إلى أكثر من مكوين سندروم لأنه يتفهي اجتماع عديد أشياء من بيناتها المقاومة للأنسلين وجود نمط غير محبب من شحوم الدم إلى خلق ميتابوليك سندروم كانت تقرأ لنا أكثر إذا بدكن المقاومة للأنسلين يعني هدول عندهم المرضى بيكون عندهم أنسلين عالي بالدم ولكن الجسمه ما بيستجيب لأله ومثل ما تعرفوا الأنسلين بيخفض السكر في الدم فمينتج عن ذلك الداء السكري لأن استجابة المرضى للأنسلين بتكون ضعيفة بعدين الجملة البعدة بيقول على كل حال ولكن وعلى كل حال تأثير تناول المكسرات على سرطان الكولون نكسه والبقية فيه غير معروف يعني عابيقول أنه الداء السكري وفرط أنسلين الدم لأنه كل أشياء مترافقة مع بعض البعض والبداني ونمط حياة الساكن والحمية العالية السكريات كلها تتسيئل الإنزار في سرطان الكولون بينما لوحظ أنه تناول المكسرات يحسن من الداء السكري والتنازل الاستقلاب ولكن لم يتم دراسة تأثير تناول المكسرات مباشرة على سرطان الكولون بعدين عابيقول المرضى والطريقة التي تم فيها إجراء البحث عابيقول نحن قمنا بإجراء A perspective يعني دراسي مستقبلية Observational يعني observational ما هو التداخل يعني ما هو عطاهن شيء يعني ما قاله مثلا أنت كل فقط راقب مراقبي Observational study of 826 مقبول ممكن قبوله في الدراسي 826 مريض ممكن قبولهم في الدراسي يعني فيه شروط معين فيهم هذه شروط تكون مسكورة في النص الكامل للدراسي 826 مريض مرضى سرطان كولون درجة تالتي هو ريبورتد اي دايتري انتاك عن فود فريقونسي كوستشنيرز وانتو اي راندميز كيموثيرابي ترايل ايش يعني هالكلام يعني هل يقاموا باجراء دراسي مستقبلي دراسة عبارة عمراقب فقط لمرضى بحقق شروط قبول في الدراسي وكان عددهم 826 مريض كل هدول المرضى كان معهم سرطان كولون درجة تالتي وهدول المرضى قاموا بالابلاغ عن الطعام اللي تناولوه بشكل يومي اللي هني قاموا بالابلاغ عن محتوى الطعام اللي يتناولوه بشكل يومي على فود فريقونسي كوستشنير كوستشنير هو عبارة عن استبيان استبيان عادة بكم ورقي ممكن يكون الكتروني بس عادة بكم ورقي فيه مجموعة من الأسئلية مثل اسمه كوستشنير فود فريقونسي يعني تواتر عدد مرات تناول الطعام يعني هني عطوه من استبيان فيه اسئلية انه انت كام مرة تاكل لحمة كام مرة تاكل خبز كام مرة تاكل كذا ففيه فود فريقونسي يعني انه فريقونسي هي تكرار أو تواتر تاكل كم عادة كانت تناول الطعام يعني هذول المرضى كانوا هنا مرة تناول الطعام يعني المعالج الكيميائي اللاحقة للجراحة لذلك اسمها نيو فهذه المرضى كانوا سلف موجودين ضمن دراسة تتعلق بالمعالج كيميوي لاحق للجراحة وكانت الدراسة عشوائية فهني كانوا مرضى جزء من دراسة تاني فهني استغلوا وجودهم بهذه الدراسة وعطوهم شيء اسمه استبيانات لتناول الطعام او عدد مرات تناول الطعام أثناء هني كانوا موجودين بهذه الدراسة الثاني يعني استفادوا من دراسة تاني كانوا يعملوها ومن مرضى الموجودين بهذه الدراسة وحصل على معلومات إضافية تتعلق بتناول لأنواع الأطعم المختلفة بعدين بيقلك Using Cox Proportional Hazard Regression كلمة regression عادة في المعامل الإحصائي يعني تتعلق بدراسة درجة تأثير عوامل متعددة على نتيجة واحدة يعني هون مثلا في هالحالي خلينا نقول نتيجة هي البقية في سرطان الكولون فهون مثلا درس أكثر من عامل بيأسر على البقية في هذه السرطان الكولون فإذا عندك عدد عوامل حطيتهم به تحليل أحصائي واحد وشفت أنت إش بيأسره على متى حدث النكس يعني عبر الزمن فإن كانت تستعمل شيء اسمه Cox Proportional Hazard راح يجي هذا بتفصيل في موقع تلاحق بس هذا بشكل أساسي هو معناه يعني قاموا بتقييم يعني قاموا بتقييم يعني تناول المكسرات مع نكس السرطان والوفيات فيه بعدين بيقلكن مجتمع المنتصفة من الخاصة بانها مجتمع المنتصفة إلى مجموع القيم يعني إذا أردنا فلوب مشترك متابعة مرضى ففرضنا أن يتابع المرضى بفترات مختلفة عنده مثلا 826 مريض مريض تابعه لمدة سنة مريض تابعه لمدة سنتين مريض تابعه لمدة ستة سنين الى خلاق انتي جيت كل هالقيم هالذي حصلت عليها رتبتها من الاصغر حتى الاكبر هال 826 قيمي فالقيمة التي تقع في المنتصف متماما ما بين اول قيمة واخر قيمة تسمى بالميدين او المنصف فكان منصف قيمة متابعة المرضى ست سنوات ونصف تخيل انتي دراسي اشت استمرت اكتر من هيك في مرضى تابعون فترات اطول بعد ما تابع المرضى المدى ست سنوات ونصف بعدين بيقول النتيجة كانت بالمقارنة مع المرضى الذين امتنعوا عن تناول المكسرات الافراد الذين استهلكوا يعني طبقين او اكثر يعني طبق مليان يعني طبق او حصة اذا استهلكوا حصتين او اكثر من المكسرات كل اسبوع هلأ بيقول لك نتيجة يعني اختبروا نتج لديهم او كان لديهم هو نلاحظ بيحط لك اختصار اتش اار بعد هزارد ريشيو دليل انه كل مرة رح يذكر فيها اتش اار رح يكون بشير لكلمة هزارد ريشيو اللي زكرت هنا هزارد ريشيو هو معدل الخطورة يعني البقاء بدون حدوث اي مرض 0.58 يعني 58% بعدين نذكر لك اللي هو مثل ما إلنا عبارة عن مقياس احصائي للتأكد من نسبة العشوائيه في القيمة اللي احنا حصلنا عليها فحيطط لك ياها هي من 37% ل92% يعني فما بتعبر قيمة رقم واحد او قيمة 100% فهي احصائيا مهمة يعني نقبل فيها انهاية نتيجة حقيقية وليست نتيجة ناتشة عن الصدف المهضة لأن نتيجة انه تكون ناتشة عن الصدف المهضة هي اقل من 5% فمتما اننا احنا اصطلاحا منقول اذا احتمال كون النتيجي ناتشة عن الصدف المهضة اقل من 5% نحنا بنقبل بانيته لم تنتج عن الصدف المهضة وهذا اصطلاحا في الطب الشائع بعدين حيطط لك شي اسمه P-Trend ال-P هي P-Value هي مقياس اخر للاهمية الاحصائية للنتيجية او لنسبة العشوائية فيها ال-P-Trend ال-Trend يعني الممال او الاتجاه 0.03 يعني 3% مثلا ان هايه ال-P-Value فاذا كانت اقل من 5% فنحنا بنقبل فهي اقل من 5% فهذا يعني النتيجة احصائيا مهمة كلمةートريند هو الممال يعني بمعنى ان العلاقة كانت نوع ماء ترضيه او عكسيه يعني كل ما كان أخده نطس أكتر كانت نسبة النكس أو الديزيز فري سرفايفل عندهم أعلى وأجسطت متما أننا من قبل يعني هذا دخلوا كل العوامل فيها مشان يشوفوا إش التأثير تبع التناول المكسرات لحاله ضمن مجموعة من العوامل الأخرى فرحش رح يجومني شوي يجومني مركبي عبيقول إنه بعد ما تتبعوا المرضى المدية ست سنوات ونصف المرضى اللي تناولوا حصطينه أكثر ميناء المكسرات كل أسبوع كان لديهم معدل البقية المعدل يعني أو نسبة البقية المعدلي 58% عفوا اللحظة شوي بس عفوا نعم متابع معكم برجع بس برجمني من أول جديد نسيت حالي وينو أفت والله عبيقول إنه بعد فتت متابعة منصفة كان سكس سنوات ونصف عفوا ست سنوات ونصف المرضى اللي تناولوا حصطين أو أكثر منها المكسرات كل أسبوع مقارنة بالمرضى اللي امتنعوا تماما عن تناول المكسرات كانت لديهم خطر هذا هذا بقاء بدون نكس للمرض يعني بدون حدوث للمرض 58% 50% يعني المكسرات وقت يعني باقي النسبي اللي هو 42% من الحدوث نكس للمرض بعدين حطوتكم هون الـ اللي هو إذا كان إذا عبر خط رقم واحد فمعتبره أحصائيا غير مهمي أو ممكن كنا تجعل نتيجة عشوائية فالـ كان من 37% إلى 92% فهو لا يعبر رقم واحد أو المية في المية بعدين مقياس آخر لنسبة العشوائي اللي هو ما يسمى بالـ P-Trend هو هذا مثل P-Value اللي سبقا حكينا عنا بس في معلمنا كلمة Trend دليل إنه بتقيس الارتباط الطردة وليس فقط الارتباط يعني كمية وحدة من تناول مكسرات مع المكسرات لا بتقيس الارتباط الطردة يعني كل ما كان أكل مكسرات أكتر كل ما كان الحماية أكتر فعبقلكم هون disease free survival نسب 2 أو نسبة hazard ratio أو معدل الخطورة كان 58% في الناس اللي أكلت مكسرات الدليل إنه المكسرات بقيت من حوالي 42% من نسبة النكس بعدين في عندكم نفس القيمين هي الـ HR وهي hazard ratio HR for oval or survival يعني البقية بشكل عام يعني إن كان بقية بشكل عام نحنا عم نحكي هون مو بس للنكس المرض هون disease free survival يعني لحتى حدوث المرض أما هون لحتى الموت لحتى الموت المريض أو ما يسمى بالـ overall survival كان 43% دليل إنه أكل المكسرات وقى من الموت بنسبة حوالي 57% لربما هذا يقتريح إنه ما بس وقى من الموت بسبب تناول بسبب من السلطان فقط ولكن وقى من الموت من أسباب أخرى بعدين حطوتكم هون كمان نفس الشيء الـ 95% confidence interval اللي هي من 25 حتى الـ 74% والـ P trend أو الـ P هي مثلا الـ probability لازم يكون أقل من 5% trend هي النسبة للممال أو التناسب الطردة اللي هي كانت 1% يعني أقل من 5% إذن هاي النتيجة أحصائية مهمة بعدين بيقول عندما قاموا بتحليل مجموعة فرعية subgroup يعني جزء من مجموعة subgroup يعني مجموعة تحتية أو جزء من مجموعة عم بيقول the apparent benefit يعني الفائدة التي ظهرت was confined كانت مقتصرة كانت مقتصرة على 3 not intake يعني هني قاموا بتحليل جزء من المجموعة الكليلة اللي كانت على تناول المكسرات لاحظوا إنه هاي الفائدة اللي كانت ملاحظة كانت مقتصرة فقط على الناس التي اللي أكلت مكسرات تنمو على الأشجار او 3 not intake يعني مكسرات تنموع على الأشجار مثل مثل الفستق الحلبية الكاجو الجوز أمور مثل هاي يعني هدا الأمر ميسنسني مكسرات مثل البذر اللي مابلنمو على الأشجار مثل الفستق فستق العبيد مثلا Lowepfistica العبيد مثال ماابلنمو على الأشجار فلاحظوا إنه هاي الفائدة مقتصرة على الناس اللي تناور شأن التناول تنمو على الأشجار . ... united وهون رجعان تذكر أرقام ثاني HR for disease free survival يعني hazard ratio لحدوث النكس كان 54% دليل أنه كسرات المعال الأتجار كانت وقايتها 46% بعدين تذكر كون confidence interval أنت بهمك تعرف أنه إذا confidence interval ما عبر اليونيتي اللي هو الواحد و بنفس الوقت هذا رح يرتبط أوتوماتييا بكون القيمة P value أقل من 5% إذن نتيجة أحصائيا مهمة يعني ليست نتيجة عن نتيجة عشوائية وإنما نتيجة حقيقية كما أن هذا أصلاح الطبي نحن بلنا فيه نفس الشي عبي قول HR for overall survival يعني hazard ratio للي بقيها بشكل عام 47% نفس الشي يذكركم هون الأرقام مشابهة برجع بقول مرة ثاني أنتم مكن مطلوب منكم تحفظوا هالأرقام ولكن فقط تفهموها يعني تطلع مسلا على confidence interval تشوف الconfidence interval ما عبر line of unity إذن تستنجو أن النتيجة أحصائيا مقبولة أو صحيحة وليست عشوائي عبي قول the association of total not intake with improved outcomes يعني الترافق ما بين كمية المكسرات المتناول الكلية مع تحسن النتائج was maintained across other known or suspected risk factors for cancer recurrence and mortality عبي قول أن هذا الترافق كان تم المحافظة عليه عبر أسباب أخرى معروفة أو مشكوك بها لحدوث النكس والوفاة بسبب السلطان يعني أنه هنا ظاهر درسوا أكثر من سبب النكس أو الوفاة بسبب السلطان من خلال الدراسي ولاحظوا أنه في كل هذه الأسباب كان تناول مكسرات ترافق بتحسن نسبة الوفيات بعدين كستنتاج عبي قول النماط الغذائية مع نسبة التناول أعلى للمكسرات قد تكون مترافقة مع مهم أو ملاحظ يعني تترافق مع معدل حدوث معدل حدوث معدل حدوث معدل حدوث معدل حدوث معدل حدوث أو تناقص مهم في معدل الحدوث لنكس السلطان والوفاة بسببه يعني الجملة بشكل عام بيقول أنه الماط الغذائي التي فيها معدل استهلاك عالي للمكسرات قد تكون مترافقة مع نقص مهم في معدل حدوث النكس والوفيات في مرضى سلطان كولون من الدرجة التالتي يعني بالمختصر تناول المكسرات وخصوصاً أو بالأحرى فقط للمكسرات التي تتموا على الأشجار ترافق بتحسن مهم في نسبة النكس والوفيات في مرضى سلطان كولون من الدرجة التالتي اللي هو درسه في هذه الدراسة هاي الدراسة باختصار إذا في عندكم أسئلة حولها كمان عندكم مجموعة الواتس من كانت تسألوا بنهاية الدراسة أنا في عندكم وظيفي صغيري معكم عتد أسابيع لحتى الحياة تقوموا فيها أنا هذا الملف رحطه على مجموعة الواتس الدراسة هي عبارة أنا بدي أدرس نسبة شيوع التدخين في مجتمعنا فبدي كل واحد منكم ينقي عشرين شخص من الأشخاص اللي حوالي يفضل أقرباء هدول الأشخاص لازم يحققوا ثلاث شروط أول شيء لازم يكون أحياء على قيد الحياة الثاني شيء لازم يكون أعمارهم فوق 18 سنة الثالث شيء ما لازم يكونوا من طلاب الكلية يعني أنا ما بدي حدا منكم يروح والله يجب لي طلاب الكلية نفسه لا روحوا مثلا أقرباءكم أقرباء درجية أولى الثاني مع عارفكم جيرانكم إلى خلاخ عشرين شخص لكل شخص بتسجل العمر الجنس إذا كان ذكر أو أنسى إذا كان مدخن أو غير مدخن بتسجل هون بعدين إذا كان مدخن بتسجل العمر اللي بدأ فيه التدخين يعني مثلا خلينا نقول واحد خالو عمرو خمسين سنة بيسجل هون ميل خالو بيكتب خمسين بيكتب هون ميل بعدين بيذكر إذا كان مدخن بدأ الدخان بعمر عشرين سنة وهيك لحتى يكفي العشرين شخص وأنا بدت جميع يساهم في هذه الدراسة وإن شاء الله رح تشوف تطبيقاتها في محاضرات لاحقة رح تكون في إلحاء تطبيقات كثيري ورح نطلع منها بنتيجة جيدة يعني في النهاية رح تشوفها يعني هاي الدراسة ممكن حتى نشرها نحن مستقبلا لنسبة شيوع التدخين في مجتمعاتنا والدراسة القادمة إن شاء الله رح تكون عن تأثير التدخين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة